بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته ما نشاهده ويشاهده العالم من حرائق مفتعلة في جميع أنحاء العالم الإسلامي من العراق ولبنان وسوريا واليمن وليبيا وتونس وبعض الحرائق التي بين الحين والآخر تشتعل هنا وهناك في أفغانستان وباكستان وعدد آخر من الدول الإسلامية كلها مصدرها ومنبعها واحد هو الكيان الصهيوني فلذلك في يوم القدس العالمي الذي دعا إليه الإمام الخميني الراحل العظيم رضوان الله تعالى عليه هو تشخيص دقيق كان الإمام حمله قبل أكثر من نصف قرن أن إسرائيل هي الغدة السرطانية في هذه الأمة والتي يجب أن تقتلع كل الذي يجري في عالمنا الإسلامي اليوم هو مصدره الكيان الصهيوني ولذلك أن الاحتفاء بيوم القدس هو وإبقاء شعلة قضية القدس في مقدمة أولوياتنا في الساحة الإسلامية بطولها وأرضها هي من الأولويات الأكيدة التي لا ينبغي التهاون أو التقصير فيها الغرب يريد تفتيت وتمزيق الأمة وإشعال هذه الحرائق تحت مسميات متعددة لتبقى هذه الغدة السرطانية مسيطرة على أولى قبلة المسلمين أننا نهيب بالجميع المشاركة الواسعة خصوصا في هذا العام في إحياء يوم القدس العالمي ذلك أن هذه القضية هي محور كل القضايا التي نعيشها اليوم وأن التراخي في هذه القضية يعني أننا نتهاون في أعز ما يمتلك المسلمون اليوم من قضية ربما هي رأس الحرب في كل الأزمات وفي كل المشاكل التي نعانيها فليكن الحضور الجماهيري الكبير في هذه المناسبة رسالة للعالم بأكمله بأننا كأحرار لن ننسى هذه القضية ترجمة نانسي قنقر